السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد دائما في إطار سيلة الأنشطة الاتيادية النشاط اليوم أو مقترح اليوم يخص الرياضيات اليوم سنهضروا على الكورة جميع الأطفال ديونا مع اختلاف أعمارهم يلعبوا كورة علش ما نوضفوش هذا الكورة في شي حاجة اللي كتفيدنا سواء في العد بالنسبة للمستويات الأول والثاني هكدا غدي ندربهم على العد تنازليا وتصاعديا والكورة كتصير كالدور داخل القسم الفكرة كالتالي أتاخد كورة أهم حاجة مخصوش تكون كورة الكبيرة وتقدر تأدي التلمد مثلا بحل الباسكيت ولا إما كورة خفيفة بحل الأطفال الصغار أو ليشوفش كورة اللي ما تكونش تقيلها بزاف كيفاش نخدم في القسم كما كتشوفوا بالنسبة لي أنا كنحاول نخدم بهادي خفيفة بزاف غدي نشرح طريقة الاشتغال دياله بالنسبة للمساويات الدنيا في المساويات الدنيا كنستعملها غالبا للعد تنازليا أو تصاعديا أو للعد مثلا المساوي الأول كيخدموا دابع من واحد الخمسة يقوم بحملة هذه الكورة رميها للطفل الأول وأقول مثلا صفر تلميذ اللي يشد الكورة اللي يمسك الكورة غدي يقول اتنان هو غدي يقوم برميها عشوائي للطفل الآخر ثلاثة أربعة خمسة احنا قمنا بالعد هذا العد تصاعديا أو ذاك الأخر تزايديا يعود ثاني نقدر نقوله يالله اللي وصل الخمسة يعود يرجح لصديق دياله وخصو يجي نازل يعني يقول ربعة ثلاثة جوج كورة يعني كالضور في القسم اللي يخطأ أطلب منه أنه يوقف هكذا هكذا حتى كان بقاولي قلسين واحد جوجه له ثلاثة كان يقوم بتشجيع ديالهم بدي بومبون ولا بشكلات ولا غيء يوقفوا ويصفقوا عليهم والخرى يقولوا هشتي الأصدقاء ديالكم تمكنوا هكذا إذا خدمت العد وخدمت تساعدين وتزايديا بهذه الكورة هذ الكورة نفسها يمكن لي نخدم مع المستوى الرابع جدول الضرب يقدر بزاف يعلق لي على جدول الضرب ويقول لي كتدري بزاف على جدول الضرب أنا بالنسبة لي جدول الضرب كيفاش تلميذ محافظ جدول الضرب ويقدر يجاوب لي على عمليات الضرب عمليات القسمة أو يوظف لي القسمة في مسائل ما غادش يقدر يعرف المضاعفات والقواسيم ما غادش يعرف يعني توحيد المقام والاختزال بالنسبة ل الأعداد الكسرية إذا جدول الضرب وانتلاقة ضرورية لكل تلميذ لكل تلميذ إذا أشك العمل اللي كنقوم به مثلا غناخد هذ الكورة غنرميها التلميذ الأول غنقول له مثلا سبعة في سبعة خسوة يجاوب صحيح وبسرعة ماشي يتعطل بزاف عاوة يعني ذك هو غني قبضها ويعطيها التلميذ أخر وغادي يطلب منه واحد الجوداء خمسة في ثلاثة أو لا أي جوداء هكذا اللي جاوب صحيح كي يرمي الكورة لصديق ديالو كيعطيه كونسين وكي يجلس اللي جاوب خطأ كي يبقى واقف حتى هكذا كنعزل الناس واحد الجوج ولا ثلاثة اللي بقوا وقالسين كنصفقوا عليهم وكنش يجعوهم بهدايا رمزية أو بدون هدايا والاخرين كنقولون ماشي لأصدقات ديالكم هكذا كن أطرو فيهم وممكن تكون يعني بحل تنافس ومتعة وبوسيلة اللي موجودة في كل شي اللي كان عاود نركز عليه الكورة خصوة ما تكونش كورة للباسكيت ولا تمشي تضرب وكروسي تلمد إنه واحد ما يضربش مجهد بش ميقش لغور